السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مونة علوي. قبل ما نبدأ لفيديو ديالي هادي كنشكر كل متتبعي القناة. كنشكر كل كبير وصغير كي سهم في استمراريات القناة. كما كتشوفوا امامكم الموضوع ديالنا اليوم هو علاقة بمعاناة الأستاذ وخصوصا الأستاذ في القطاع الخاص. الصورة اللي امامكم كتشوفوا يعني بشكل واضح الأستاذ مسكين كتب في الطابلو لا شهر سبعة ولا شهر تمانية وزادونا شهر تسعود وتيب كيمسكين. ما نحق بطبيعة الحال انه يعبر على المعاناة ديالو كما كتعرفو قبل ان في الفيديو ديالنا كان كان يعني تغيير في اه الوقت الدخول او بداية الموسم الدراسي لعام الفين واحد وعشرين الفين واثنين يعني نتيجة التغيير لدخول المدرسي انتج عليه على انه يعني ضياع او معاناة الأستاذ كيف ذلك؟ يعني انه فشلوليدات ديالنا ما غايدخلوش او مادخلوش بشهر سعود يعني الأستاذ كيتسمى انهو ما مش ومدم انه يعني نتيجة يعني العدم الالتحاق التلاميذ او التلميذات الى المدارس خاصة المدارس الخاصة يعني كان نتيجة ان الأستاذ ما غايتخلوش بشهر ديالو بشهر سعود يعني كان يعني كما كتشوفو ان الدولة يعني منعات ان الدراري يمشيو المدارس يعني باش تكون عملية التلقيح يعني بنسبة لوليدات ديالنا كاملين باش ان شاء الله تكون يعني القرية يعني بوحد طريقة عادية ويكون يعني تعليم حضوري يستبد منه الجامع هو في الحقيقة مزيانة لا بنسبة لتلميذ ولا بنسبة لأستاذ او المعلم لكن مع الاسف يعني فاش آآ يعني فاش كان هات تغيير هذا كما كاسمانا كاملين وكما شرط في الفيديو هو ان الوزير امزازي سايد امزازي على انهم آآ بنسبة لوليدين يعني انهم ما غيخلصو الشهر تسعود اذا الوليدين ماذا يعني منحقهم ان وليدتهم ما غيقروش ما غيخلصو الشهر مي واشحتش يحد مراعا الاستاذ مراعا المرافقة مراعا لدك السائق مسكين مراعا لمديرات مراعا الاطر الطربوية من كاتبة من محاسبة هاد الناس هادو اشنو دنبهم في هات الشهر هادا كما كتشوفو واللي معروف عندنا في بنسبة للمداريس الخاصة هو اغلبية المداريس الخاصة ما كتخلص لا شهر سبعة ولا شهر تمانية كيبغيتو هاد الاستاذ هادا او هاد المعلم هادا ويزيدوه شهر السود حتى هو ما يتخلص نغمالمون فاش انهم يعني اعطاوا الاحقية للاباء باش ما يخلصوش كانوا ما ينسوش هاد الاستاذ مسكين او هاد المرافقة او هاد السائق هادا او كل اطار اللي كيخدم في هاد المداريس الخاصة يعني كما انهم لقي الحل بنسبة القطع العام يعني ما عندهمش الاشكال فيه قالوا صافي ما ما غايخدموش راهو ما غايخدموش ما غايجيوش التلاميذ راه ما غايجيوش التلاميذ ولا ان هاد القطع الخاص اشنو دنبو كيما معروف هو ان هاد القطع الخاص ديجا بعدها محروم من اغلبية الحقوق يعني صالق كيما كتشوفو ماشي شي صالق ديال الربح كيما تنقولو بالدريجة ما عندوش مسكين حقوق كتلقى اغلبية ديال ديال المعلمين او المعلمات او الاساتيدة في القطع الخاص ما عندهم لا تغطية صحية ما كناش لاسان اساس كيما قلنا الخلصة ما هنا خلصة يعني الظروف اللي كيخدمو فيها ديجا راها العلم بها ساد ارطي ويزيدوهم بهاد يعني شهر تسعود راه الله يقول بنعوان راكي اللي مسكين عندو مسؤوليات راكي اللي عندو الكراكي اللي عندو الماك اللي عندو الدو مدن هاد الاساد مسكين هاد الافيديو هادي كنحاول ما امكان نعطي نداء الناس المسؤولة كما انهم معطاوا الحق الوالدين احنا ما تنقولوش الوالدين ما نحقهم مادم انهم يعني هم ما تيخلصوا الشهر باش كياخدوا واحد الخدمة ديال داك الاساد اللي تيقري وليداتهم احنا ما تن يعني ما كان ناخدوش بعيد الاعتبار نقولو نحملو الدن الوالدين اللي ما اه اللي ما خلصوش شهر لكن ما دنب كي تطرح السؤال ما دنبو الاستاد في هاديه القضية اللي كان طلبوه ان بكون ان الجهات المختصة انها اعطات الحق الوالدين ما يخلصوش ما تنساش هاد الاساد مسكين حتى هو رعندو مسئولية حتى هو رعندو ليدات حتى هو رعندو يعني معانات اه تنتمنى ان شاء الله هاد النداء يوصل والله يجزيكم بخير حاولوا انكم تبرتاجوا هاد الفيديو لان هاد طبقة رعا مسكينا طبقة ماشي هاش رفوق لها الشامل اللي دايجا كما قلتو تان عاود راهم تيعانيو 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 يعني بزف ديال الحويج ما نزيدوش نتغطر ان را تضغط را تيولد لانفجار حاولوا اننا يعني نساعدو الجهات المعنية انها ما تنساش هاد الناس هادو راهم تيعانيو راهم كيعانيو راهم كيعانيو ما ننسوش بان لولا المعلم لما كان الممرض لما كان الطبيب لما كان القاضي لما كان المهندس لما كان البرلماني ولما كان الوزير اظن ان الرسالة تنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون الرسالة وصلات والله جزيكم بخير ما تنسوش هاد الفئة راهم سكينا تتعاني بزف بركة عليها المعاناة ما نزيدوش لها عد الضغط نفسي اللهم ما يصير ما تنسوش تلايكي ولا فيديو ما تنسوش تشتركو في القناة باش يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة